بضعة أنطار فصلت النيران عن محل عبدالقادر فالحرائق التي اندلعت منذ أيام كادت أن تأتي على هذه المساكن مما جعل المخاوف لا تزال تنتاب هذا الحرفي من استمرار اندلاع الحرائق في الغابات ولاية تزيوز التي تقع على بعض مات كيلومتر شرقية العاصمة الجزائرية كانت المتضررة الأكبر من الحرائق التي اندلعت خلال الأسبوع الماضية فهنا ببلدية إفرحون أتلفت النيران قرابة 50 هكتارا وصلت في بعض الأحيان إلى السكنات ويعيش سكان هذه المنطقة كبوسا حقيقيا بعد ان التهمت النيران المساحات الخضراء المحاذية للمدينة وقد تكبد بعضهم خسائر في المحاصيل الزراعية حرائق لا تزال أسبابها مجهولة إلى أن هناك من يقول أنها مفتعلة وكان رئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر أمرا رئاسيا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الحرائق التي ازدادت في الأيام الأخيرة وتسببت في إطلاف أكثر من ثمانية ألاف هكتار في أنحاء البلاد في حين شكل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها وذلك بسبب الجدل الذي رافق هذه الظاهرة إذ راجت فرضية وقوف أطراف إجرامية وراء اندلاع أغلب هذه الحرائق فيما نسبة قليلة شبهت لأسباب طبيعية مرتبطة بموسم حرارة الطقس ومثلما أتت الحرائق على هذه المساحات الخضراء هناك ألاف الهكتارات الأخرى في مناطق متفرقة من الجزائر تضررت جراء النيران وفي انتظار التحقيقات حول مسببات هذه الحرائق تشير أصابع الاتهام إلى ما يعرف بمافيا الفحمة التي تنشط قبيل عيد الأضحى نريما قداشة الحرة تزيوزو الجزائر